كل التحية للكابتن أيمن شاوي والنجوم الستوديو التحليلي نجوم ملعب النادي الأهلي كابتننا الكبير الكابتن علامة يهوب كابتن محمد يوسف كابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجيزي في البداية كابتن أيمن خليني أنقل لحضرتك حالة السعادة والانبهار اللي عنده جمهور النادي الأهلي يعني احنا هنا متواجدين داخل ملعب مختار التيتش هنا كتبت سطور من التاريخ قيل عنها يحكى أن واليوم قناة الأهلي تتجلى في ثوب جديد تتحلى لتقول للجميع وعدنا في أوفينا قبل ما ننقل لنب الملعب خليني أنقل لنبض الشارع وسعادة جمهور النادي الأهلي لأن دورنا أن احنا بنؤدي رسالة رسالة جمهور النادي الأهلي لكل الجمهور اللي بيقابلنا في النادي رجعتونا تاني للبيت الكبير بيت النادي الأهلي حالة من السعادة عند الجمهور لعودة ظهور الكابتن وجود الكابتن أيمن شاوي في قناة النادي الأهلي لو هنتكلم النهاردة بقى كابتن أيمن على مباراة الودية ما بين فريق الأهلي والجونة هي ثاني اللقاءات الودية لفريق النادي الأهلي وأيضا هي ثاني اللقاءات الودية لفريق الجونة فريق الجونة ضمن البرنامج التدريبي الموضوع عقب قرار الدولة المصرية باستئناف النشاط وعودة استئناف المسابقات المحلية والرسمية كان بدأ فترة التدريب والأولى مع مطلع شهر يوليو الحالي بدأ بمراحل تدريب متنوعة خاض لقاء أول أمام فريق مصر انتهى بالتعادل والنهاردة هو ثاني اللقاءات أمام فريق النادي الأهلي أنا موجود معك كابتن أيمن وضيوف مالا للستوديو التحليلي أي استفسار أي تساؤل هنا موجودين قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة عندنا تساؤل بس عن المباراة الودية بتاعت الجونة مباراة مع افسي مصر انتهت نتيجتها بإيه؟ ممكن تجبها لنا؟ انتهت المباراة بالتعادل السلبي بالزبط يا كابتن أيمن انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ما بين فريق الجونة وفريق مصر كان لنا لقاء مع الكابتن ريدش حاتاوي كلام مع مستر بيدرو المدير الفني الفريق الجونة اللي وضح أن الهدف حالة سعادة عند الجاز الفني طبعا من عودة النشاط الرياضي واستئناف النشاط الرياضي والجميع ملتزم بقرار الدولة المصرية وقال مش هينفع أن كلنا نغرد أو حد مننا نغرد خارج سرب الدولة المصرية ودي كانت من الأمور المهمة عقب مباراة الأهل اللي هي المباراة اليوم أيضا فيه مباراة أخرى لفريق اللجونة تكون أمام فريق الإسماعيلي قبل استئناف بطولة الدوري المنتاز ده ما حضرتك عارف يا كابتن أيمن فريق الجونة بيضم مجموعة من اللعبين المميزين أغلى يعني مجموعة برضو من اللعبين المعارين من فريق الناد الأهلي عنوان العلاقة الطيبة اللي بتجمع دايما ما بين الناد الأهلي وفريق الجونة سواء على مستوى المجالس الإدارة أو اللعبين أو الأجهزة الفنية دي الصورة الموجودة حاليا هنا في ملعب مختار التيتش الملعب اللي صال وجال عليه الكثير والكثير من نجوم الناد الأهلي أبرزهم الستوديو التحليلي المدجج بالنجوم النجوم الناد الأهلي يا كابتن أيمن شكرا فاروق ألف ألف شكرا ما تروحش بعيد ماشي كابتن عدل